المترجم للقناة المترجم للقناة ولم تستطيعوا أن تمثلوا هذه الغاية الطاهرة المقدسة العظيمة إلا إذا امتثلتم أمر الله وشبه أرجوكم الله يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر أنا لو كان عندي يا أحبابي مسألة تتعلم أو جيب عندكم أسأل عنه أبداً لكي أتعالج عندكم لم أقل أنا كنت عميداً لكل الشريعة وعالم من علماء الأمة وأمين هيئة الحجاز العلمي أعالج نفسي؟ لا إذن فاسألوا أهنك لك المهندس نسأل المهندس وهكذا الفقيس ألو العلماء الذين يتصفون بأمرين العلم والتقوى العلم العاصم له من الجهل والتقوى العاصم له من الهوى وذلك لا يتأتى حتى يقول لك إذا سألته ما الذي فعله بالإسلام ما هي الشروع الشرعية في كل جانب من الجوانب في الزواج علماء الإسلام الأربعة حتى أقول لكم الأربعة لا تستغلوا الإمام أبو حنيف والإمام مال والإمام الشافر والإمام أحمر وعلماء الحديد وجميع فقهاء المسلمين يقولون لا بد من شروط أربعة الشرط الأول هو أن يكون الزوجان خاليان من الموانع الشرعية لا تكون أخت من الرضاعة ولا أخت زوجتي خاليان من الموانع من الموانع الأمر الثاني الإيجاب من الرجل رابعا الإيجاب من الولي بعد رضا الزوجة والخارج الشهود الشهود الرابع الشهود وذكر بعض أهل العلم المهر أن يكون مسمى أو ما أو مثل المسمى قد تقولون إن أبا حنيفة يجيز للمرأة أن تعقد لنفسها أقول انتبهوا ترى أخذتم نصف العلم وتركتم النصف الثاني أبو حنيفة يجيز للمرأة أن تعقد لنفسها بشرطين أن تكون ثيبا وأن يرضى ولي أمرها بعد إجراء العقد عن العقد فإن رفض بطن الأسئلة هنا أنت أسكت لا لأ أنا ترى لي مددس حبيب شديد يتنينك الحبيب يعني سبحان الله فأنا ما أريد الربك بعد أن يقول لي إيشها لا إيشها خلاص أسمع الكلام بعد أن يتفهمنا فإذن كونه يأتي لعنده شخص يقول له والد وابند جاءوا والله أعلم هل علم عن حاله هل هم يصلون هل هم على الدين هل التي جاء بها من غير المسلمين فالها شرط رغيب جدا نعم نحن نقول نجوز الزواج من أهل الكتاب لكن الله وضع شرط يا حياني قال والمحصنات المحصنات من النبي نغوك الكتاب يعني ماذا قاعدوا نبصوا إياها بالدان وقالوا هل سكروا حتى شبهوا ولما خفت السكرة فإنه لا عند الشيخ يترى قال لي وزوجتكم قال هذا الشيخ ما نصف على وجه اتقل ما في نفسك يخاف الله اغبطوا أموركم فذا أردت أن تتزوج الرسول إن كانت مسلمة فقد وضع النبي وسأسلم لك الأوسع قال تنكع المرأة لأربع لمانها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاغفر بذات الدين تربتها وإن كانت غير مسلمة فمحصنة وإذا كانت محصنة يعني عفيفة فلا بس أن تتزوج بها لكن الشرط الولي لابد أن يكون موجود والشاهدين موجودين والإيجاب والقبول وأن يكون كذلك يعني أن يعرف المسمى وأن يكون ذلك العقد عقدا رسميا ليه؟ عندنا قاعدة شرطية إذا لم يفهمها العالم الذي يعقد هل أجهل من حمار أهله كلها عني كلها عني إذا لم يفهمها فهو أجهل أجهل من حمار أهله قاعدة تقول عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأيب أنت تتزوج واحد من الشارع وبكرة يجيك أولاد أم بتوديهم بكرة بيكون بينك وبينها حقوق أين تذهبوا بحقوقها وأنا تذهبوا إياه بحقوق لابد أن توثقوا أموركم وبعدين نحن نريد أن نعطي أهل هذا البلد أنا أسف فوجه ويأسف أن نعطي أهل خب الزودة أن نعطي أهل هذا البلد يا إخواني الصور المشرقة عننا اتقوا الله ترى إذا سرق مسلم لن تسرق باعتبارك محمد صالح علي زيد عمر لا سرق المسلم وإذا خان وإذا خان أحدكم قال خان المسلم وإذا أساء قالوا أساء المسلم فأنتم هما إما أن تكونوا نعمة يقتدي لكم الآخرون وإلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين محمد صالح أسمعكم جميعهم أني أحبهم كذيرا وأصدق معكم كذلك من حبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منтьول الى الموان أن تصدقوا بأنهم محدد أن تهتمSE Oh يمكنics إلى مقمة تهاتف ciu يمكن حيث مح Planet بيدانه كيبت قد لي dispute قديم Н bibli imagen المحلية يعني ان أثناء للأنه لقد ع thrownه في المعض الدferع كان لقد عيد Bertاره الى المعض عنده أن نها البحث يكون يتهي أي ruined أثناء وإنضاف إذا كانت 네كن قريباً أنه قريباً أصبحتها انه أنه سيحظت أنه سيحظت أن أحبكاً أن ينقل فيها إنه سيحظت سيحظت وحفزتي وتم يقبل أن يتقل الابتع الضواج يهوالي تقلقه يهوالي بالدفاع الجانب الهوالي يهوالي التقلقه يهوالي الذي يناس هناك بلنسنا لا يستمر إليه الإسلاملام الآخر والذيب أن نريد نسام دعوه دعوه أخيري أخيري خيري خيري الأخير أخيري تخيري والذيب كانت أنني أخيره ونطرح أن يكون التاليون على الأعلى لماذا أدخل لعبما؟ لماذا تتعلم بأسفة؟ لأنني أقول كل ما تتعلم ولكنني أقول فإنني أرى أن أعرف أن أتكلم إذن لتعلم أعرف إذن لأنه حالة الله سيطر إنه حالة الله يدرك إنه حالة الله سيطر إنه حالة الله سيطر شكرا